فالأمر المعروف والنهي عن المنكر يا أخوان له فوائد عظيمة إن أمرنا بالمعروف ونهينا عن المنكر أول هذه الأمور يا أخوان حفظ العقيدة من الفساد تحفظ عقيدة أهل البلدة من الفساد بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تأمرهم وتنهاهم عن البدع ما ظهر منها وما بطن في كل الأمور لقوله تعالى ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا هنا بين الله تبارك وتعالى أن دفع الله الناس والأمر المعروف والنهي عن المنكر لهدمت هذه الصوامع وعبد غير الله تبارك وتعالى وكذلك تحقيق وصف الخيرية من فوائد الأمر المعروف والنهي عن المنكر وصف الخيرية لهذه الأمة كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بمعروف وتنهاي عن المنكر بهذا الأمر بالأمر المعروف والنهي عن المنكر ليحصل لك الخيرية ويشملك هذا الأمر مع هذه الأمة وكذلك يا أخوان الأمن من الهلاك والعذاب لقوله تعالى وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون هنا الله عز وجل يبين أن القرى أو هذه البلدة لا يهلكها الله عز وجل أو لا يحل عليها العذاب من عنده إذا كان أهلها مصلحون صالحون لنفسهم مصلحون لغيرهم لذلك يا أخوان لا بد أن يتناصح الإنسان مع إخوانه في الله ومع أهله وقاربه ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر حتى يكون صالحا لنفسه مصلحا لغيره أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من الصالحين المصلحين لغيرنا الصالحين في أنفسنا المصلحين لغيرنا هذا والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم والحمد لله رب العالمين ورزاكم الله وخيرا على حسن استماعكم